اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة نتمنى ان شاء الله اسبوع حافل بالانجازات وبالايجابية عموما نحييكم في برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف وفي التنسيق معنا أشواق مسعد وفي الإخراج عيسى سبيل أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسال نصية على 4006 طبعا أحين أنا سأتكلم في واحد كح هذا الكح هو فيصل بن فارس بن فارس بيشاركني إن شاء الله تقديم هذه الحلقة صباح كلها بالخير فيصل صباح كلها بالنور محمود شايف حالك شو كان ويكد وياك إن شاء الله كان جميل والله إذا تسألني عما مضى عما مضى اسألني عما سوف يأتي إن شاء الله فخبرنا شو اللي سوف يأتي محمود بس بغينا نذكر الأخوة المستمعين أن آخر موعد للتأمين الصحي هو 31-12-2016 للعمال المنزلية وأيضا للموظفين الذين لديهم إقامات في إمارة دبي وأيضا من الأخبار إن شاء الله في هيئة صحة دبي إن شاء الله فتقيم مسيرة للتوعية بمرض السكري يوم 18-11-2016 وأيضا كذلك عندنا اليوم تم إصدار الملحق البيان الصحي اللي تعودنا كل يوم أحد يصدر مع صحيفة البيان هذا الملحق بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وتعاون مثمر ما بين الهيئة وصحيفة البيان أيضا فيصل يعني أول شيء نبارك لمؤسسة دبي للإعلام حصدها على العديد من الجوائز في منديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورتها الخامسة 2016 وأيضا إذاعة نور دبي كان لها يعني نصيب كبير من هذه الجوائز وأيضا برنامج صحة وسعادة يعني والله الحمد فاز بالجائزة الفضية للبرامج الإذاعية في هذا المنديال اللي ينظمها الاتحاد العام للمنتجين العرب مبروك يا محمود هذا والله مبروك أول شيء للمستمعين لأنه ما كنا منوصل لهذا المجال إلا عن طريق المستمعين وأيضا مبروك لفريق الإعداد مبروك لفريق الإعلام مبروك لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي فيهة الصحة مبروك لهيئة الصحة بدبي وأيضا ألف مبروك لمؤسسة دبي للإعلام خلنا ندخل اليوم في أهم أخبارنا صحة دبي تكافئ موظفينها المتميزين بساعات السعادة شو ساعات السعادة هذه؟ ساعات السعادة محمود هي عبارة عن أوكي تبعنا أنه إن شاء الله عسسنا نحن نقرأها بشكل سريع استحدثت هيئة الصحة بدبي فكرة ساعات السعادة وهي فكرة مبتكرة ضمن سلسلة الحوافز التي توفرها لأي الموظفيها ويتركز مضمونها على السماح للموظفين بالاستئذان قبل موعد انتهاء الدوام الرسمي بثلاث ساعات وفق معايير تميز الموظف وإبداعه في عمله وإظهار حرصه على أداء مسؤولياته على الوجه المطلوب والذي يتم تقديره من قبل رئيسه المباشر إذن هذه الفكرة المبتكرة تأتي في إطار تشجيع الموظفين على استثمار خبراتهم وتسخير كفاءاتهم في خدمة المتعاملين والعمل على تحقيق رضاهم وإسعادهم في مواقع الهيئة كاملة بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة ووفقا لأسس هذه المبادرة وقواعدها التي تم توفيقها مع نظام الجي أر بي لحكومة دبي دكية يمكن للموظف المتميز الاستئدام الرئيسه المباشر للانصراف من العمل والاستفادة من ساعات السعادة المقدرة بثلاثة ساعات شهريا يحق للرئيس المباشر الموافقة للموظف لمرة واحدة فقط في الشهر ممكن هذا يمكن اليوم يا أيوان أبغي ثلاث ساعات سعادة كما يحق للمسؤول المباشر منح الاستئدام لجميع الموظفين التابعين له من دون أن يخل ذلك بنظام العمل أو يؤثر سلبا على ما تقدمه الهيئة من خدمات سواء كانت خدمات طبية أو إدارية طبعا أيضا من الأخبار لا كمل التصريح مع الآمنة طيب طبعا قالت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي إن الهيئة تضم أكثر من ثلاثة عشر موظف وموظفة يعملون بكل تفاني واجتهاد في المواقع الوظيفية المختلفة ولذلك تعمل صحة دبي على توفير سلسلة من الحوافز لإسعاد الموظفين حتى يكونوا أكثر قدرة على إسعاد المتعاملين وقد جاءت مبادرة ساعات السعادة من داخل الهيئة ومن بين موظفيها الذين توصلوا لفكرة المبادرة وحرصوا على بلورتها وصياغتها بشكل الذي يساعد في تنفيذها إذن يعني الآن الواحد يوم يفكر في ساعات السعادة هذه يمكن إيك واحد يقول لك يا أخي ليش أنت تربط الاستئدان بسعادة الموظف هذا أولا كان اقتراح من قبل الموظفين وأيضا قبل لا يتم تطبيقه كانت هناك العديد من الدراسات وهذه فتم يعني نشر سبيان أو كذا أو رجع صدب بالنسبة للموظفين على هذا الموضوع وبالعكس أبدأ وسعادتهم بهذا المقترح فتطبيق مثل هذا المقترح أعتقد أن تطبيق جيد هي ممارسات كانت تتواجد في بعض الدواير مش بشكل رسمي مثل ما سوتها هيئة الصحة ولكن كانت هناك بعض المكافأة تأتي كاجتهادات شخصية ساعات يعني شفنا وايد أمور يعني يطلعون الموظفي يوم الجو حلو تذه عندكم أنتوا هاي الساعتين روحوا استانسوا مع عيالكم طلعوا البر سووا تذه فهذه مسألة مهمة في عملية يعني وضع الموظف في استقرار نفسي جميل جدا في هذا المكان اللي يشتغل فيه جميل محمود خصوصا أن الموضوع جاي من الموظفين نفسهم هذا بناء على اقتراحمهم واعتقد أنهم أعلم الناس بما يسعدهم يعني لأن تبغي الصدق أحيانا في بعض التعليقات السلبية يشوفون أي شغلة يبدأ ينظر إلى الجانب السلبي لها ولا ينظر إلى الجانب الإيجابي لها طبعا ما فيه شغلة في الحياة ما تكون هي مرتبطة ما بين الفائدة ويعني إذا كانت في لها بعض الآثار السلبية فالواحد شو يعمم؟ يعمم الإيجابية أول شيء ويحاول يتغلب على الطاقة السلبية اللي موجودة فيه أي شغلة ممكن يسويها في حياته نعم محمود يعني هو ثلاث ساعات الإنسان ممكن بين فترة وفترة يحتاج أن يطلع عن جو العمل لا تسوي له الحركات نعم ممكن لا أيضا هو بيكون فيه تفاهم بين المدير المباشر والموظف يعني هو ما بيطلع في حاله في ساعات الذروة مثلا أو إذا في ناكس بسكبانيس شوي وهذا عادي بيطلعك يعني بالسولف بالعكس جم محمود أنا بطلع ثلاث ساعات تراني أقول خلنا نطلع فاصل أنا أقول خلنا نطلع فاصل فايزين جاء محمود خلنا نطلع فاصل أحسن ده ما تطلع ثلاث ساعات شو رأيك؟ عموما فاصل مستمعين وبعد الفاصل ما نرجع للحديث عن موضوع شيق جدا وموضوع يمكن ما نعرف عنه وائد أشياء عالم شوية خفي بالنسبة لنا خاصة لو أنت مريض بعد أكيد بتختفي تماما موضوع التخدير بتختفي عن الوعي فخلونا ما نتعرف على هذا الموضوع بعد الفاصل اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد في برنامجكم اليومي صحة وسعادة الآن في عندنا ضيوف في محمود عندنا مؤتمر مؤتمر الحادي عشر للاتحاد جمعيات أطباء والتخدير العرب بيكون إن شاء الله يوم عشرة إلى 12 نوفمبر في يكون هنا في دبي ومعنا عشرة نعرف المزيد من هذا المؤتمر معنا الدكتور هاني فوزي استشاري تخدير وعناية مركزة وأيضا الدكتور خالد صالح استشاري تخدير صباح الخير دكاترا صباح الخير دكاترا فيه الدكتور خالد لو تكلمنا عن المؤتمر وأهم ما فيه يعني إن شاء الله أول شيء شكرا على الاستضافة أول شيء تعريف بالمؤتمر هو المؤتمر الحادي عشر لجمعيات تخدير لطباء العرب عادتها المؤتمر يحدث كل عامين في دولة عربية من الدول العربية وإن شاء الله 2016 هيكون في دولة الإمارات في إمارة دبي من يوم عشرة إلى يوم 12 تحت رعاية هيئة صحة دبي وإن شاء الله هيقوم بافتتاح المؤتمر معه الحميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة بحضور الدكتور منصور ندري رئيس المؤتمر ورئيس أطباء العرب الدكتور يحيا خاطر ورئيس الاتحاد الطباء العالمي للتخدير في الإمارات طيب دكتور شو اللي بالأوراق العمل اللي سوف تطرح في هذا المؤتمر شو هي بالضبط؟ أوراق العمل اللي سوف تطرح في المؤتمر عن جميع أنواع التخدير بأنواعه ما توصل إلى عالم التخدير اليوم الحاضر بالنسبة للتخدير الكامل النصفي أنواع الأجهزة التخدير الأدوية كم عدد المشاركين تغير فيها؟ حاليا في حدود 1500 مشارك من جميع أنحاء العالم هذا الثالث أكبر مؤتمر في العالم بعد المؤتمر الأمريكي والأوروبي 1500 ما شاء الله هذا الكبير أطباء تخدير أطباء تخدير وزي منوبي يخدر الناس في المستشد لا لا هموم الإمارات بس من الإمارات تقريبا حسب الأرقام اللي عندنا تقريبا في حدود 700 طبيب هايقون متواجد هالقطاع الخاص والقطاع العام القطاع الخاص والقطاع العام من جميع أنحاء دولة الإمارات تقريبا 700 طبيب هيكون موجود جميل جدا لا تنسى أن المؤتمر ثلاثة أيام خميس جمعة سبت وقت الإجازة يعني وقت الإجازة وقعين يوم الجمعة إن شاء الله العدد يكون أكثر عدد يوم الجمعة إن شاء الله الجمعة ما شاء الله طبعا عندنا عدد الأطباء المشاركين في المحاضرات في حدود 50 طبيب طبيب الشركات المشاركة في حدود 35 شركة في هناك تقنيات جديدة دكتور في علم التخدير بتعرف أن بالنسبة لأجهزة التخدير يعني مثل التلفونات يوميا دكتور نرجع للمؤتمر المؤتمر هو فقط أوراق عمل أم هناك معرض مصاحب بما أن في شركات طبعا في معرض مصاحب للمؤتمر خلال الثلاثة أيام يعرض أحدث الأشياء الموجودة في التخدير توصل لها العلم جميل هذا المؤتمر دكتور هل هو المعنيين فيه فقط أطباء التخدير أم هناك أطباء يعني عامين أو كده أو تخصصات موخة؟ هو أكثر شيء الأطباء التخدير وممكن بالإضافة إلى أطباء العناية المركزة جميل فعندك في وزارة الصحة الأطباء في عناية المركزة هم أطباء تخدير أصلاً أوكي فعندك في عناية المركزة والتخدير والتخدير طيب دكتور إذا ما متكلم عن المعرض المصاحب تقريباً 35 شركة في حدود 35 شركة مشاركة طيب والدعوة حتى الآن مفتوحة للمشاركة في هذا المؤتمر أم لا؟ طبعاً بالنسبة للشركات طبعاً مفتوحة لآخر يوم لين آخر يوم طيب نعيد تذكير المستمعين بتاريخ ومكان التاريخ إن شاء الله يوم 10-11-12-11 في إمارة دبي في فيستيفال سيتي انتر كنتونتر هوتل جميل الآن فيصل خل نطلع بره موضوع المؤتمر ونتكلم عن علم التخدير ككل هذا العلم اللي يعني يرجع إلى أربعينيات القرن الماضي لا أدري إذا قرن 19 يمكن في بعض الأمور اللي نسمعها دكتور عن علم التخدير بتوجه هنا طبعاً الدكتور هاني ودكتور خالد زي الموضوع بيكون مفتوح لكم لكن سمعت أنا في بعض الغازات اللي تعطونا للمرضى الضحك تثير الضحك يعني ممكن من يضياخده ويقعد يضحك صح هذا الكلام دكتور ولا في حاجات زي كده احنا بس نبتدي التخدير ده التخدير ده علم كان من في أول القرن الماضي كان تحت الجراحة العامة كان الجراحة اللي بينايم مريضه وبيعمل عملية بس مع تقدم وإحتياج المريض لمتابعة أكتر ابتدى علم التخدير يظهر صحيح وعلم التخدير بالإنجليش هو أناسيزيا يعني نو وسيزيا يعني ما فيش إحساس بالألم فهو العلم القائم على استخدام أدوية وعقارات الغرض الأساسي منها هو عدم الإحساس بالألم ليتمكن الجراح من إجراء العمليات الجراحية بتاعته طيب أنواع التخدير ايه؟ حالياً فيه تلت أنواع نقسمهم كبار فيه التخدير العام اللي هو بنستخدم فيه أدوية بيتفقد المريض الوعي بس هذا الفجدان قابل للعكاس يعني مع انتهاء مفعول الأدوية المريض بيسترجع وعيه ومع فجدان وعيه بيبقى فيه فجدان برضك للإحساس بالألم وبعض الأحساس الأخرى هذا الجنرال ده اللي نقول عليه التخدير العام أو التخدير الجنرال وده فيه يعني بنستخدم أدوية عن طريق استنشاق زي الآيزوفلورين وسيفوفلورين بعض الأساميع العلمية وممكن نستخدم أدوية عن طريق الحقن عن طريق الوريد ميلي زي البروكوفول أو عن طريق العضل كالكيتامين التخدير الكلي أو التخدير الجنرال بيبقى فيه زي ما فيه فجدان للوعي فيه عدم قدرة المريض على التنفس بشكل طبيعي فقد يحتاج أنه يبقى على جهاز تنفس الصناعي لفترة العملية وفي بعض العمليات بنحتاج أن نستخدم بعض الأدوية التي تصبت عمل العضلات لتسهل العمليات الجراحية فده بيتطلب أن المريض يبقى على جهاز تنفس الصناعي ويبقى بمتابعة من حيث النبض والضغط وتشبع نسبة الأنسجة بالأكسوجين ويحتاج متابعة دقيقة ومع التقدم في العلم والتقدم في أجهزة التخدير أصبح ده بيبقى بيضمن سلامة المرضى بشكل أكبر من الماضي بالنسبة للنوع التاني من التخدير اللي وبنون عليه عماتا التخدير النصفي أو بالإنجليش اسباين الانسيزيا ده عبارة عن حقن للأدوية المخدرة في المنطقة القطنية في أسفل الظهر من الفقرة الرابعة والخمسة والغرض منها وهان هذه الأدوية في النخاع المخي اللي حول الحبل الشوكي لتخدير الأعصاب تستخدم يبدون حج العمليات القيصرية هذه تستعمل حج العمليات القيصرية ودي الطريقة الموثلة لأن التخدير الكامل في فيه خطر يبدون على الجنين نفسه ليوصل للماد نفسه مش على الجنين على قد كمان الأم لأن الأم برضو بالنسبة للتخدير الكل المهم جدا إنما فيه فترة صيام من ست ساعات على الأقل الست الحامل في آخر فترة الحمل مع كبر الجنين وكبر الحجم الرحم وضغطه على المعدة والهرمونات كل ده بخلي عملية إن الأقل يخرج من المعدة بيتأخر فحتى لو أصلي ما ست ساعات أو ثمان ساعات فيه فرصة أثناء فجدان الوعي وقبل التنبيب إن يبقى فيه زي ما تقول ترجيع وده ممكن ينزل المواد الموجودة في المعدة تنزل على الرئة وتسبب التهاب شديد قد يؤدي بالحياة العشان كده تمني الريكمنتيشهنس من المملكة المتحدة وإنجلترا إيرلندا وأمريكا وكندا إن كايصريات يتم عن طريق التخدير النصفي النصفي لأن في التقدير النصفي المريض لا يفقد وعيه. صحيح. والتقدير النصفي المريض بيستمر في التنفذ بشكل طبيعي لا يحتاج إلى جهاز تنفذ صناعي. والتقدير النصفي ده ملي للعمليات في أسفل الجسم كعملية قيسرية وكعمليات في الأطراف السفلة. جميل. والنوع التالت من التقدير هو التقدير الموضعي. اللي هو بنحط المواد المخدرة على المكان هيجرى فيه العملية. كتقدير الموضعي للعيون لجراحات الجزء الأمامي من العين. وجراحات اللي هي على الجلد كجروح مثلا. الأسنان ممكن بعد. الأسنان هو بيستخدموا فعلا البنج الموضعي. بحيث أنك مبنج فقط المنطقة اللي بيتم فيها الجراحة. طيب دكتور يعني بس أذكر بأرخام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ونطريق الرسالة نصية على أربعة صفر صفر آآ ستة نحن عندنا خمس دقايق تغريبا فيصل لهذا الحوار تبقى لنا. لكن آآ ما كلمتني عن الغاز الضاحك هذا. الغاز الضاحك ده آآ أحد الغازات المستعملة. آآ هو آآ بيسير الضاحك في بعض المرضى ولكن هو غاز بيسير يعني بيقضي على الأملم وبيستخدموه بصفة أساسية في إنجلترا في أسنان الولادة الطبيعية. بيخلوا المريضة تستنشق تستنشق آآ مكس من الأكسوجين والناتروسوكسايد عشان فترة الإنقباضات الرحم بيتمر بسنام وبأقل ضرر ممكن. ممتاز. والله ما أدري الآن دكتور أنتو متى تلجؤون إلى التخدير الكامل؟ أو يعني أنتو الحين أنت في يوم تجيك حالة مثلا تجلس مع الطبيب وتتناقش يا كيفية التخدير مثلا؟ يعني وهل مع الطبيب مع الطبيب المعالج مع الطبيب التخدير؟ فهو الشي لازم نريض يوافق؟ اه هي بتبتدي القصة بأن المريض محتاج عمليج راحية. وفيقابل طبيب التخدير. عثنان المقابلة دي طبيب التخدير بيتناقش مع المريض. بياخد منه تفاصيل عن السجل المرضي بتاعه. هل المريض بيعاني من أي مشاكل في القلب ضغط؟ مشاكل في الكبد سكاري؟ حساسية من بعض الأولى؟ حساسية؟ هل في الأسرة في أي مشاكل يعني بالتخدير؟ أنراض وراثية صحيح. فدي بتبقى المرحلة الأولى اللي بيكون بيها طبيب التخدير وعادة بتبقى في عيادة التخدير لو هي العملية تمت الاتفاق عليها أنها تبقى بشكل إليكتف يعني هنعملها كمان أسبوع مثلا. ثانيا بعد كده بيكون الطبيب التخدير بفحص المريض. بفحص المريض بنركز تمالي بفحص المريض من ناحية القلب والصدر وممر الهوى لأن في بعض الأحيان بيبقى فيه صعوبة في تنبيب المريض ودي بتحتاج أن نوضع خطة لذلك أثناء التخدير. والمرحلة الثالثة أنه بيراجع التحليل اللي عملها المريض وقد يحتاج إضافة بعض التحليل في مثلا بعض الأعمار كـ 45 أو 50 سنة بنحتاج أن نعمل رسم قلب حتى لو مريض لا يشتكن من أمراض في القلب. فبيراجع الطبيب التخدير كمان التحليل والأشعات المرتبطة بالحالة بعد كل الكلام ده بيقعد مع المريض ويحط خطة التخدير خطة العمل خطة العمل سواء عن تخدير كامل، تخدير نصفي، تخدير موضعي وفيه تخدير ناحية أو منطقي ودي عن طريق استخدام الجهاز الألتراساوند فوق الصوتية، الموجات فوق الصوتية بنادر نحط التخدير أو المناطق المخدرة في بعض المناطق لنخدر الإيد أو الرجل على سبيل المثال طيب دكتور، شو هي الأعراض الجانبية للتخدير يعني خاصة تخدير العام أنا ذكر، التخدير موضعي يوم يحطو لنا إياه نيس نعضف من الأسنان، نعضف هذا الشفايف من يروح التخدير؟ أعوذ بالله من الألم لينا طبعاً، بس، بشكل عام، شو الأعراض الجانبية؟ أكتر شي، الاستفراغ، الغثيان، فيه الغثيان، والصداع، هذي أكتر شي، طيب، ما يكون، يعني واحد يوم يقول أنا جسمي مخدر، يعني فيه عنده ألم في العظام، في العضلات، وتشذا، هذي ممكن تكون بعض الأثار اللي مترتبة على التخدير؟ أو مترتبة على عملية جراحية أو عملية جراحية أو عملية جراحية طيب، ها تخلون مسؤوليتهم طيب، لهذا السبب إحنا عادة مننصح مرضانا، إذا فيه إمكانية للتخدير النصفي أو التخدير الموضعي، هو أفضل شيء، والي ابتعاد عن التخدير العام طيب، دكتور، أعتقد أن لا لا لا، بس قبل لا تطلع فاصة، بس خلنا نذكر بالمؤتمر، بالمؤتمر دكتور، بشكل المؤتمر سريع، المؤتمر وين؟ المؤتمر إن شاء الله يكون في دبي، من يوم 10 إلى يوم 12 في الفيستيفل سيتي إنتر كونتر الهوتل دبي جميل، والدعوة؟ الدعوة متاحة لجميع أطباء التخدير، أطباء العناية المركزة، الجراحين إذن هذا المؤتمر يعد المؤتمر رقم ثلاثة في العالم، الثالث من الحجم، حيث الحجم 1500 طبيب، مشاركين حتى الآن، والرقم قابل للزيادة دعوة خاصة للطلبة اللي عندهم حابين يتخصصوا في التخدير إذن هذي بعد كذلك دعوة، يعطوهم يعني اشتراك بلاش جميل جدا، هذا موضوع مهم إذن جميع الطلبة الذين يدرسون علم التخدير، أو عندهم رغبة في دراسة علم التخدير، المؤتمر يتيح لكم الدخول مجاناً لتعرف على هذا التخصص، وتعرف على آخر ما وصل إليه العلم في هذا المجال دكتور كلمة أخيرة في ثلاثين ثانية، تبغي توجهها كلمة أخيرة؟ بالناس ما تخافش من التخدير، بالناس ما تخافش من التخدير النصفي، التخدير النصفي ما بيسببش شلل بيسبب شلل مؤقت آل إقراء العملية، لكن بعد كده الطرف بيتحرك، ما فيش مشكلة جميل، دكتور عندك كلمة أخيرة تبغي توجهها؟ شكراً جزيلاً، لدكتور هاني فوزي استشاري تخدير وعناية مركزة، والدكتور خالص صالح استشاري تخدير، وفيصل شو عندنا؟ ولا ماشي خلاص، نطلع فاصل فاصل أعزائي المستمعين، ونرجع لكم إن شاء الله بعد دقائق فاصل وراجعين صحة وسعادة أعزائي المستمعين عدنا لكم من جديد، محمود في البداية كان موضوع التخدير جداً جميل أنت تخدرت يا ريال بموضوع التخدير، رقعت علينا هنا في الستوديو لا بس أنا عندي الحين موضوع بعد يمكن أجمل من موضوع التخدير موضوع السموم، تشوف اليوم تخدير وسموم، اليوم حلقة غير اعتيادية صراحة طبعاً عشان نتكلم في هذا الموضوع عمود عندنا الدكتورة سارة كاظم، استشاري طب طوارئ وسموم، طبعاً ومتخصصة في السموم والأدوية أعتقد أن هذا التخصص يا محمود، الوحيدة في دولة الإمارات الطبيبة الوحيدة التي لديها هذا التخصص هي دكتورتنا سارة كاظم دكتورة سارة صباح الخير صباح الخير، أهلين يا مرحبا، متشرفتين أنا متشرفة أهلين طيب، دكتورة ندخل في الموضوع على طول نتكلم عن موضوع السموم ونتكلم عن هذا العلم اللي أنت تخصصت فيه طبعاً أنت أحياناً حتى أتذكر قبل كنت تتكلمين يقوليني وأنا في البيت يتصلون فيني ياخدون استشارات كذلك 24 ساعة 24-7 days شغال ما شاء الله على مستشفى راشد بس على مستشفى راشد بس طيب، خليناً نتكلم عن هذا التخصص بشكل عام دكتورة طبعاً هذا التخصص يعتبر جديد من ناحية تخصص علمي في لها تدريب رسمي يعني مثل ما قلنا السموم السموم شنو؟ أي شيء ممكن يتحول للسم إذا زاد عن حده مثل ما احنا نقول في العامية أي شيء زاد عن حده ينقرب ضده صحيح فهذا العلم يتخصص بعلاجها أول شيء الوقاية، طرق الوقاية منها علاجها، التوعية وبعد يعني السموم ممكن بعدين من التطرق له عبارة عن الأدوية، العشاب سواء في لضغات الحيوانات أو حتى المخدرات جميل، نحن كنا نتكلم عن التخدير والمخدرات قبل شوية تسمح لي بس أنا أتكلم حين دكتور أنت طرقتي موضوع لمجموعة محاور في هذا المجال ها فيصل، فنتكلم عن طرق الوقاية بداية؟ طبعا الوقاية أهم شيء عشان ما يوصلون إلى المستشفى فمنها أن أكثر شيء عند الأطفال، أنا أول ما تطلع، تطلع لأن تشافوا الأطفال يوصلون لأدوية في البيت أدوية حلوة تكون، حمراء، زرقة، نفس السكتلز، سمارتيز، يبلعونها فالأهل يخافون، يروحون إلى المستشفى، يتشوفون إذا الياهل يحتاج علاج أو لا من هناك بدأ التخصص يطلع أن نركز على هذا الموضوع أن الأطفال هذين عشان ما يتعرضون أكثر فالوقاية أن مثلا هذه الأدوية تنحفظ في أماكن خاصة بعيدة عن متناول الأطفال ما يحلون الموضوع للطفل، فدائما عشان يشربون إشراب هاي طعم الفراولة هذا وردي هذا فهو بعدين ما بيفرد على باله عصير ولا شربته ويبلعه، فهاي شيء الثاني طب دكتورة الآن أنا كيف عرف أن هذا عنده تسمم؟ نزل، فأول شيء إذا حد شافه مثلا يبلع جرعة زايدة، فهاي دلالة أولى الدلالة الثانية أينا مثلا في المستشفى، نشوف عنده معراض معينة نشوف هل هالعرض بسبب مرض عضوي أو لا، بعدين واحدة من الأسباب التفريقية تكون أنه ممكن يكون هل هذا ممكن يكون تسمم ولا لا محمود أعتقد أنه كان يوم واحد يستوي لتسمم يقولوا لي والله سو غسيل معدة أو شيء شذا نتكلم عن موضوع غسيل معدة غسيل معدة طبعا شيء وإحنا صغار دائما كنا نسمع عنا وما زلنا نسمع عنا يوميون المرضى الأهل دكتورة سويت لها غسيل، سويت لها غسيل، أحين هالغسيل خلاص طلع عن العلم السموم ما نستخدمه لأنه أصلا شوفوا أنه أضراره أكثر من فوايده وفيه أشياء ثانية مفوضة نركز عليها في العلاج أهم من الغسيل، فهالشي خلاص ما حد يسويه شو يساونا حين كبداء الدكتورة؟ طبعا هو يعتمد على كل حالة، فأهم شي احنا في هالحالات إنه إذا نتعامل مع الأعراض اللي عندنا الضغط النازل نرفع للضغط، ما يتنفس عدل نلجأ إلى التنفس الصناعي للعنبوب، نفس عملية التخدير بس تتم في الطوارئ الوعي عنده نازل مستوى الوعي بعد نفس الشي ندخل فيه، فهالأشياء نعالج الأعراض، ما نعالج السم، بعدين نتطرق له طيب الآن أنا شفت مثلا طفل خضى أدوية، فهل ممكن أنا أقول له يعني أطلب منه أن يستفرغ إذا واحد مثلا خضى أدوية بالغلط مثلا، هل أول خطوة للواحد يستفرغ من هذا الأدوية؟ لا هذا بعد شي مفوض العام أو ياخذ سواءل زيادة مثلا؟ لا على الطول يلجأ إلى استشارة طبية، إحنا حاليا ما عنا مركز سموم وأدوية أنه ممكن الواحد يتصل فيه استشيرة في يون المستشفى في مفوض على طول يون المستشفى ويمنع يعني منع عن باطن أن يخلون الياهل يستفرغ إذا استفرغ من نفسه مو مشكلة أو حتى الكبير، بس أن يخصبون الواحد أن يستفرغ بعد نفس الشيء، فيه لأضرار أكثر من منافعهم وهالشي خلاص، وقفوا، ما أحد يسوي، كان قبل فيه أدوية، تم بعد خلي الواحد يستفرغ اللي هي الفحمة هذه أو شيء؟ لا الفحمة هي الفحمة تربط، إحنا نستخدمها في المستشفى في حالات معينة ترتبط بالدواء، وتمنع أن الجسم يمتص أوكي، عموما، أنا بس أذكر المستمعين بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 موضوع موضوع شيء مستمعينا اللي حاب يشاركوا اللي يتداخل معانا، حياها الله دكتورة، الآن يعني معظم الحديث كان عن السموم اللي يتينا عن طريق الأدوية وكذا، لكن الآن في بعض السموم اللي ممكن لدغة حنيشة وحية من زين، أو ممكن في بعض الناس حتى من لدغات الحشرات مثلا، ممكن أن يتسمم، فأنتوا شو تسوون في هذا المجال؟ هل المجال هذي يخصكم أنتوا بعد كذلك؟ يلجئوا لنا على المجال بعد نحنا نتطرق أو نساعدهم في العلاج، فنفس الشيء، أول شيء الوقاية، الواحد ما يروح يعني أماكن أو مثلا، ممكن واحد يتشوف بعبان في الصحراء يقوم يتحرش فيه هذا في بعضهم على طول خلاص، مجال ما يدق واحد يعني النطة تكون سريعة، واللدغة تكون سريعة، لما يمضي حتى يتحرد فالوقاية أهم شيء، وإذا تعرضها هي المستشفى على طول، طبعا سلفت أن يربطون مكان الجرح، يمصون دام، يشقون الجرح، مكان اللدغة كل هالأشياء خاطئة، يعني ممارسات خاطئة، أهم شيء يبوني المريض المستشفى على طول طيب، ولا أي شغلة ممكن يسوونها قبل الدكتورة؟ ولا شيء، غير إذا مثلا في ريلا أو إيدا يرحصون أنه ما يحرك هالجزم الجسم، وعلى طول يبوني المستشفى بس أنا أعتقد أن الحمد لله نحن في دولة الإمارات ما عدنا لفاع الخطيرة مثل الكوبرا، والأنواع أو العقارب الخطيرة، أو حتى العناكب والله أنا هالأيام دكتورة يعني أشوف في البيوت في أسود، وفي تماسيح، وفي هذا الواحد ما يعرف الحين، وين هذه الجسم الحيوانات السامة من غيرها؟ سامحني يعني أنا قلت هذا الكلام، لكن هذا اللي نشوفه يعني الإستقرام ووسائل تواصل الاجتماعي، طلعوا لنا هذه الأشياء، ها دكتورة؟ طبعا صح الكلام، أو هذا يعني فصائلها تكون غير، عادة يكون معهم المصل المضاد لما يكون فيه ثعبان مثلا سام، يكون معه المصل المضاد، أو يقومون يشلون الغدد السمية من عند الثعابين، فعشان إذا لدغوا ما تكون سامة أنت حاط سؤال جميل هنا، أنا ما عرفت شو علاقته، بس كاتب عن الزعفران، هي أنا قريت عن الزعفران أنه يعني هو يعتبر تصنيفه من السموم، صح الكلام دكتورة؟ والله أنا، يعني ما متأكد أنا من المعلوم وهي فخار، صح الكلام اللي يقوله؟ طبعا مثلا ما قلت في البداية، أي شيء زاد عن حدا ينقلب ضده، حتى هالماء اللي نشربه، بكميات مأهولة لواحد شربه بعد لأضرار، فما في شيء ما لا ضرر، وهالشيء في مقولة، احنا درسونا إياها، مقولة تاريخية، واحد من العلماء اللي أول ما طلع بالعلم، في القناة الخامس عشر، فقال، ما في شيء مش سام، أي شيء ممكن تحول للسم، إذا زادت الجرار، الزحفران يستخدمون عنا، حق النكهة، اللون، طيب، ففي لها استخدامات طبية، الأبحاث ما أكدتها وائد، بس يستخدمونها الناس، حالات الاكتئاب، في عليها أبحاث باقي تمشي عليها، حالات السرطانات، فالزيادة منها لها أضرار، منها أن تسبب دوخة، لوعة، غثيان، استفراغ، زين، طيب، نرجع مرة ثاني موضوع الأفاعي، والعقارب، نحن متوفرة إن شاء الله الأمصال، هذه الأدغاة هذه، مو متوفرة عنها في هيئة الصحة، نحن متوفرة عنها في هيئة الصحة، واستخدمناها هكذا مرة على مرضى هنا، جميل، أنا بأطلع من برّع هذا الموضوع، دكتور، بأتكلم عن الفترة الأخيرة سمعنا عن الديتوكس، وأن هذا ينظف الجسم من السموم، وشذا، فممكن نتكلم في هذا الجانب شوية؟ طبعا هذا موضوع جدا شائع ومنتشر بين الناس، المشكلة في هاي، الواحد ما يعرف شو المكونات اللي فيها، فأهم شي الواحد يتطرق لهالمكونات، يعني واحد حطالة دبة فيها نومي وماي، ويسيشرب فيها طول اليوم، هذا نعم الديتوكس، هذا فيها مشكلة دكتورة؟ طبعا إذا ما تعدى الكمية المسموحة في اليوم من الماء اللي قاعد يشربها، ما مفوض ما يكون فيه شيء، ماذا يتزاد مثل ما قلت لك، كميات كبيرة ممكن يتسبب مشاكل، طيب، كيف يمكن للجسم أن يتخلص من السموم؟ طبعا فيه عدة طرق، منها أن، احنا نتكلم عن حالات الجرعات الزايدة، منها أن المريض يتم تحت المراقبة لما الجسم يتخلص منه، فيتم اما عن طريق الكلة، أو عن طريق الكبد، ومنها يتحول إلى الأمعاء، فهاي الطريقتين، حالات نادرة عن طريق التنفس، فهاي الطريقتين اللي الجسم يقدر يتخلص من السموم. زين دكتورة، الآن مثلا جاكم أنتم مريض المستشفى، ومثلا قال أنا والله خضيت، يعني خضيت دوة، ما لي بفروض كنت أخذها مثلا مع وجبة الغداء، فتأخرت، فخضيت مع وجبة العشاء، هل هذه الممارسات صحيحة؟ يعني ممكن أخذ أدب للجرعة لأنني أنا فاتت عني الجرعة السابقة؟ طبعا، يعني ضعف الجرعة هذا ما نحب، يعني مستحب، وممكن يؤدي إلى مضاعفات، أنا بيكون ما أخذ ضعف الجرعة، وهاي في أدوية معينة لها آثار كبيرة، فإذا تذكر أنه يأخذها، يقدر يأخذها، والثاني يوم يكمل، بعد يعتمد على نوع الدوة. محمود، تعرف أنت حيلا أن يوم عندك صداع مثلا، أنت أخذ لك حبتين مثلا بين دول، ويوم يكون عندك صداع زيادة، تأخذ لك أربع، لأنك أنت تقول والله، لأن صداع أقوى، فبإمناتي لازم أزيد الجرعة، عساس أن المفعول يكون هذا مبصاحي، هذا اللي يسوي هذا الكلام. شكرا على هالتطرق، لأن هذا ويد مهم، نفسنا ما تفضلت وقالت أن واحد عنده صداع يأخذ حبتين، بعد ساعتين يأخذ حبتين زيادة، ووراها حبتين زيادة، فهاي يسبب تسمم مزمن، بعد ممكن يأثر البندول خاصة يأثر على الكيلة، ويؤدي إلى فشل في الكبد، ويؤدي فشل في الكبد، وحالا تحتاج زراعة كبد، فالواحد لازم ينتهبه للحد المسموح، البندول مثلا نقول حبتين كل أربع لست ساعات، أكثر كمية في اليوم مسموح فيها ثمان حبات، وكل مرة مش أكثر من حبتين، هذا الإكسترا لموجود. دكتورة يعني بعيد عن الأدوية، هل في طرق يعني طبيعية ممكن تساعد الجسم على أنه ينظف نفسه من السموم؟ يعني وايد نسمع تقارير ونسمع دراسات ونشوف مواضيع معينة في هذا المجال، أنه في بعض الطرق الواحد تخليه ممكن ينظف جسمه طبيعيا من السموم، وشو هي السموم اللي نحن نحتاج أن ننظف جسمنا منها؟ نزيل، فإذا أنت تطارق على موضوع الأعشاب، الأدوية الشعبية؟ مثلا الأعشاب، مثلا في ممارسات معينة، واحد يقول لك تخل السونة والاستيم هذي يطلع مثلا سموم اللي في الجسم، حد يقول لك العشبة هذي ممكن تكون مميزة على أساس أنها ممكن تطلع الحلول، يعني وايد أشياء في هذا البجال. نزيل، الأدوية الشعبية مثل الحلول مثلا كيف تخلص منها، أنها تسبب حالة إسهال في الجسم، يتخلص منها، لكن نفس الشيء إذا الإسهال يكون درجة كبيرة، الواحد يتخل في الجفاف، وممكن يؤثر على الكلا بعد، والوظائف الحيوية. هناك أدوية ثانية، حتى زعفران مثلا اللي اتطرقنا ليس، في مثلا ما يسمحون فيها للحامل تأخذها، ليس سبب تقلصات في الرحم تؤدي إلى الولادة المبكرة، ففي أشياء معينة إنه حد يقول اليوغا بعد، ممارسة اليوغا تساهم في التخلص من السموم في الجسم بعد يقولون؟ السموم اللي اتأثر على العصاب الواحد هاي. هدي عصابك، أمورك طيبة. في من السموم طبعا الكلة، إذا فيه فشل في الكلة، فيه نوع معين من المواد تتجمع في الجسم، وهي تعتبر بعض من السموم. محمود العشاب الطبيعية، توقع أن دكتورة، نحن دايما نسمع أن العشاب الطبيعية زينة وكويسة، في حاجة يتكم حالات تسموم بسبب العشاب هذي؟ مرة رأيت لنا حالة، بس كانت حالة بسيطة، كان عبارة عن دوة في كابسولة محطوطة، والمريض قام خذها بكميات أكثر من المسموح، شوية تاعها، وبعدها تحسنت وضعها. فهاي كان فيها العشبة، إذا الكمية زايدة ممكن تأثر على عذرة القلب، فإحنا دايما يقولون الأشياء الطبيعية إذا، الأشياء الطبيعية إذا مثلا ما نفعل، ما بالضر، بس لا. هذا مفهوم خاطئ يعني؟ مفهوم جدا خاطئ، لأن كثير من الأدوية، خاصة الأدوية اللي نستخدمها في القلب، تكون مياية من النباتات. نحن وقت البرنامج أزف عندنا في بس عندنا مداخلة بأخذها في ثلاثين ثانية، أي سيدة تسمح لي من أبو عبدالله، أبو عبدالله، ثلاثين ثانية عندك لأنه عندي دقيقة ونصف، عساس أقدر أرد على مداخلتك، تفضل. أدو السلام عليكم. يا هلا، تفضل وعبدالله. أبي أنا نشارك بس يا الدكتور ربا سلام. تفضل عبدالله، عندك ثلاثين ثانية بالضبط. ما ما في مشكلة. بس بغيت أسأل الدكتور، أنا الدكتور قال لي اليوم أقل شيء من أربع إلى خمس سلتر ماي. هل فيه لمت للماء عسب يتحول إلى ثموم يعني بعد الأربع لتر هي تقول إذا زاد عن حد انقلب. واضح، شو السؤال الثاني بعد بس هذا السؤال؟ بس هذا السؤال. شكرا لك يا عبد. حاضر، واضح، حاضر. شكرا لك بعبدالله، الدكتور نجاوب على بعبدالله على السريع قبل أن نختم. طبعا الكمية اللي قالها عن من أربع لخمس لترات هي مسموح فيها. أنا أتكلم عن واحد مثلا يوصل عشر لترات خمسة عشر لتر هاي الحالات تكون خطيرة. بس الكمية اللي قالها الأخ. هذه الكمية الصحية المناسبة. عموم الدكتور نحن وصلنا إلى الختام كلمة أخيرة تبغين تواجهينا قبل أن نختم؟ طبعا أنا هم شيء الوقاية ونركز عليها وايد. وإذا في أي الواحد تشاك في أي شيء سواء من التسمم أو أي حالة ثانية، الطفل خذ الدوء على طول يلجئون للمستشفى. طيب. طيب. والله هي حلقة سريعة صراحة بس عيسى توا قالنا يقولنا بس باقي دقيقة. عندك شيء محمود خلصنا؟ خلصنا نشكر الدكتورة. طبعا كانوا دكتورة سارة كاذم استشاري طب الطوارئ ومتخصصة أيضا في السموم والأدوية في مستشفى راشد دكتورة شكرا جزيلا لت. وهي يعني أظن الطبيبة أول طبيبة في هذا المجال. الطبيب الأول طبيبة. الوحيدة ولا فيها حد غيرت بعد؟ حاليا ما فيه. ما فيه. كطبيبة. دكتورة أبغي السنة لياي بس ضيفة إن شاء الله يكون في حد غيرت. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وعموما نحن نتمنى أن يكون في مركز كامل في دولة الإمارات يعني متخصص في هذا المجال. طبعا هاي خطة مستقبلية وإن شاء الله تتحقق في القريب إن مركز سموم أدوية. يا رب يا رب عموما شاكرين لك الدكتورة سارة كاظم وشكرا لك يا فيصل على يعني مرافقتك لي في هذه الحلقة. أنا اللي أشكرك يا محمود. وأيضا كل الشكر لأشواق مسعد كانت معنا في التنسيق عيسى سبيل في الإخراج وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى تقبلوا تحياتي. محدثكم محمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.